لا زال العراق يحتفظ بثروته الزراعية رغم التغير المناخي والاقتصادي الذي أثر على الانتاج الزراعي المشخاب الموطن الأصلي لمحصول العنبر والذي يعد من الموارد الاقتصادية التي ساهمت بالاكتفاء الذاتي للغذاء في الأعوام السابقة في الحقيقة يعني محصول العنبر يعتبر ثروة اقتصادية كبيرة للبلد بالإضافة للثروات الأخرى ولكن يحتاج اهتمام كبير من الجهات المعنية من أجل تغطية احتياجات المجتمع بالإضافة للموارد الأخرى يصنف العنبر العراقي من أجود أنواع الأرز عالميا من حيث النكة الخاصة به والذي أدى إلى ازدياد الطلب عليه في الأسواق المحلية إلا أنه بقي محافظا بأسعاره لما له من عناية زراعية من الفلاحين القائمين عليه حجم المساحات الزراعية في قضاء المشخاب تقدر بنحو 37 ألف دونم إلى جانب مناطق أخرى لا تقل أهمية من حيث الزراعة السنوية إلا أنها تعاني من الإهمال الحكومي مع قلة دعمها من المواد الأولية للفلاحين دعم للمحصول ماكو كان حنطة وكان شلب الشلب الطن 600 ألف دينار زي المخاصير أزقد بكراب وتعديل وبذور وأسمده زي أن تجي للمحصول من تسوقه السوقه للسايلو الشلبات مالات الفلاحين يرفضوهن نفس السيارة اللي يرفضوها يشتريها التاجر بالباب يسوقها تروح عادة تدخل ليش؟ هذا تيمسكين الفلاح؟ مساحات شاسعة تغطي الأمن الغذاء في البلاد إلا أنها تفتقر للمستزمات الإنتاجية الزراعية التي جعلت الفلاح يعاني ما بين التسويق والزراعة الموسمية من قضاء المشخاب السجاد الخاقاني الفرات